كنت عصابي دلوقتي ودي المرأة نبتدي قبل ما يبتدي الكفتة هنحط دلوقتي مكعبات الزبدة عندنا وبعدين ناخد معها شوية زي الدورة عشان ما تتحرقش وكمان عشان تكون أقل في الدسم شوية ده مهم جدا وبعد كده هبتدي أنزل بالبصل هحط حبة البصل كده ويا سلام بقى وأنا بشوح البصلة دي نروح أطين شوية فلفل أسود بيدي راحة حلوة قوي للبصل وكمان ما بيغمقش الأكل اللي عندي دي بتحطي الفلفل مع البصل من الأول هحط الفلفل مع البصل من الأول تمام؟ وابتدي أشوحهم على النار مش عايزة البصلات أحمر يعني هتاخد تدبل تاخد كده إيه لون لطيف طيب عايزة أسألك سؤال أنت صحيح فعلا عندي معلومة كده أنت الولاد عندك ما بتأكدهمش أي جنك فود؟ خالص ولا أي نوع من أنواع الجنك فود؟ ولا أي نوع من أنواع الجنك فود؟ طب الإبهار البصري السامعي أقصى حاجة ممكن ياخدوا هقولك على حاجة عملتها مع الولاد لطيفة قوي يعني ما جيت أقولهم ما يشربوش البيبسي والحيات دي مش قصد يعني يعمل ما يشربوش أي مياه غزية أه أي مياه غزية بالظبط كده ابتديت أوريهم أفتح اليوتيوب وأوريهم الأضرار وهم يشوفوه هم يحكموا إذا كان ده صح؟ أه 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 طب أسألك سؤال بالنسبة لساندوتشات البرجر الوهمية اللي شكلها فضيع وكل يوم بنعمل برجر في البيت لا يعني هما ما بيغرهمش الألوانات بتاعت المحلات لا لأن احنا تعودنا انا عايز اللعبة بتاعت أخذ لعبة بقوله موافقة أدخل الشرير لك اللعبة لو نفسك فيها لكن انت اتفرج على الأكل وبعدين احنا ممكن إيه رايك تطبخ معي في البيت بس بروفو عليك أنك عاملة كنترول عليهم اه وهم ابتدوا كمان يستمتعوا على فكرة بأن هما يطبخوا معي في البيت بص هننزل بقى بالفريك اللي احنا طبعا كان مخصول ومنقوع بقى في المياه كده لمدة ايه ربع ساعة مياه سخنة ولا مياه سخنة مياه سخنة علشان كمان ما ياخدش وقت معي في السوق تمام دي كمية مناسبة قوي نشيل دي كده على جنب هاخد تقريبا حوالي نص كيلو تمام من الفريك طبعا نص كيلو ناية ولا نص كيلو مستوي لا نص كيلو ناية لأن الفريك من الحاجات اللي بتزيد تمام في التسوية تمام وابتدي اقلب بصل البصل معا شوية فلفل اسود بالزبط وزيت وزبدة انا لسه مش هحط الخضار دلوقتي تمام يعني انا هدي كده التقليبة تمام لو عايز النار اكبر شوية او عالة هنا انا هتططيك النار دي بقى جاهزة لسه شوية مش محتاجينة تمام وبعدين ابتدي اخد المرأة بتاعتي طبعا المرأة هي جاهزة انزل بيها عيارك بقى انت للمرأة انت ايه عارفة انا بص انا من الستات القدام شوية مباين انت بتزباطي الدنيا على حاجة المعيار يعني انا باظبط واحنا بنخلي دايما الفريق يعني قريب من اكين احنا بنحط مية الرز الرز يبقى في حوالي يعني حاجة بسيطة فوق المعيار فوق الوش تمام لانه الفريق ما بياخدش مية لما بيبقى منقوع ما بياخدش مية زي الرز انا كده عندنا المعيار تمام كان مظبوط قوي انا زود المية كمان اللي احنا كنا حاطين لا مش لو احتاجنا ممكن نزود ايه شوية مية اا سخنة تمام انا هنا عندي البسلة اصلا مسلوقة تمام تمام فمش هنزل بيها دلوقتي عشان نسيب الفريق ياخد انا لاحظت حاجة بس هاسألك معليش انا شوية فيه سؤال رزالة لا اقول فيه ناس بتستسهل وتجيب كيس بسلة بالجزر ام انتي طلبتي مني قلتلي انا عايزة في المقادير بسلة سادة وجزر عشان عامله مبشور هقولك ليه ايوا لانه البسلة لما بتبقى مع الجزر انا بابا عايزة الجزر مبشور دا ليه تسوية ايوا دا ليه تسوية والبسلة ليها تسوية تمام يعني الجزر انا بحبه احطه في الاخر بياخد التسوية البسيطة ويدي لون حلو من غير ما يتهرب يعني ممكن يعني لو انا عندي بديل ممكن احط كيس بسلة بالجزر ولا دا يعني يعني ممكن بس يعني لو عايزين نستصل عشان ايه هبتزي برد الوقتي عندي غلية اهل الفريق هبتزي انزل بالبسلة تمام كده البسلة بيعجبني فيك دقتك انك مش كل الكمية تنزليها لا ما هو انا بشوف انا محتاج عندي كمية قد ايه بلوية بالزبط وبع كده تشوف انت بحتاج هتزويده ولا لا بالزبط كده وممكن نعلي النار بقى عليه شوية ايمن طيب نعلي نار اه هي النار عالية ممكن انا اخدها على دي اعلى اه تمام طيب انا ممكن بس البسلة بتحط في الاخر بتفضل محتفظة بلونها الاخضر طيب احنا هول الفريق ببتدى يدخل اه في السوى تمام وهنحتاج كمان شوية ندخله بقى ايه الفرن تمام خلاص القلب ورا لو شوف انت بحتاجها اهو هنزل بقى اول ما يبتدي يخرش في السوى انا حطيت اللورة والبهارات بتاعتي هبتدي بقى والبسلة خدت الغلوة الاولانية دي هبتدي انظر عايزين نبص على المقادير يا جماعة تاني بتاعت الفريق معلش نبص على المقادير بتاعت الفريق اه مقادير بتاعتنا هي فريق بصل بسلة جزر ملح فلفل بغارات ورق لاورة مرقة وزبدة احنا كده خلاص تقريبا عندنا الفريق اهو ممكن بقى لو انت المخرج كده الجميلي او الكاميرا تنزلك بقى توريك الالوان بتاعته عاملة ازاي اهو 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 بص اللون بيبقى بقى عامل زي انت عندك اخضر بقى ولون الفريق هنبتدي بقى ناخد اه اي طاجن عندنا اي طاجن بايركس موجود بقى في البيت الفضل يعني انت عاملها كمان حتى بلين يعني ممكن لو انت عايزة تحطيه في لحمة ممكن قطع لحمة مسلوقة ممكن تحط وممكن كمان عايزة اقولك على حين انا سب نسلق لحمة في البيت مثلا ونيجي عندنا اه تاني يوم في لحمة زيادة واحنا واشنا مش هنستخدمها يعني مش عارفين هنعمل فيها ايه اه ممكن نروح واخديم مثلا وفضر حتتين تلاتة لحمة مقطعينهم مكعبات وحطينهم في قلب الفريق يبقى في ريك باللحمة وجنبيه طبقة صلطة وخلاص على كده تمام شكرا يعني ممكن بقى انت تتساعدني عشان ايه اه نجيب اله اوي يا سلام الحلو بسم الله الرحمن الرحيم اه عايزة حافظ على الصوس بتاعه عشان مش مطلوب انه يبقى نشف ايه صرف بس نسوي بقى الصوس اه نسوي بقى كده الصوس نخلوا الفرن اه بص بقى شكله حتى قبل ما يدخل الفرن يعني بص بتوب الالوان عاملة ازاي بص يا جماعة اهو ده شكل الطاجن اهو اهو قبل ما يدخل الفرن انه هو بص بيدخل الفرن عشان يمسك في بعضه ويدي للوش شوية محميرة بص هو ده الطاجن اهو ايوه ده قبل ما يدخل الفرن بياخد لسعة كده بسيطة لما بيخش الفرن بيستوي طبعا المياه بتشد منه بالزبط تمام ندخلوا الفرن ندخلوا الفرن طيب ونبتدي بقى نشتغل على اشتغل على